توافد عدد من المصريين المقيمين في رومانيا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وبدأت السفارة المصرية في بوخارس استقبال أبناء الجالي المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحا وفقا للتوقيت المحلي لرومانيا أتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للموعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية